مرحبا فيكم في بودكاست وين نبدأ معاكم كوفا بن سليم حياكم الله روضا طراحة thank you أول شي انت وافك تتكونين معانا guys اللي ما يعف روضا خسران حياته انجنرال روضا مريحي من أعز الناس على قلبي ويد أحب شخصيتها ويد أحب اهتمامها في الحياة فأنا متحمسة أن هي بتشارككم اليوم قصتها ومنوهي أصلا فروضا وين نبدأ معاك عارفين نوروضا أنا بعد ترى مجددا اليوم أنا وياك كوثر بعد اللي ما يعرف كوثر السموة that I look up to في الحياة واستعتبت بالشغل معاها والحين we are friends وإن شاء الله تستمر علاقتنا من وين نبدأ؟ أنت يقولين وين تبدأ؟ أنت تبدأ بالطفولة من المراهقة من الدراسة سترى أنا ويد أصلا سترى الانتربيوتر سترى الانتربيوتر أنا عندي وايد عصافير قالوا لي أشياء بسميها في الطفولة في الطفولة؟ كيف كانت روضا؟ شيطانا ذكية سهلة في التعامل؟ هل عوزتيننا ولا شو؟ في الطفولة أنا ترى أكبر أخواني بيتش أرمي أبوي إنسان عصامي بنفسه بنفسه عسكري أمي أم حلم حياتهنها تكون أم وكانت أجمل وأفضل أم للحين يعني هي الدعم هي وابوي وعمهم قصرين بس كطفولة نحن ما شاء الله ثمانية وأنا أكبرهم كنت الأولى ومعاي ثلاث أولاد بشوي كانت طفولة دفشة في البداية لما ينبنات يعني كنتي تلبس؟ شوية يعني شوية ها كنت دوم أخطط كيف ممكن أني أطفر أمي يعني طبعا الواحد يندم عقب يومي كبر أمي جوائد كيوت وشي أمي جوائد مسكنة عانت ويانا ولكن أمي كانت نسلم نظامية وكانت يعني تحب الحياة أحس حب الحياة من أمي لأن أمي حتى لو فيه موقف مثلا أو يعني شيء سلبي شيء محزنها تعفيني مني قلتش تشوف the brighter side of things ودوم عندها حسن الظن في الناس وما تحب تتكلم عن أي حاد ففي حالها ومركزة مركزة على بيتها وعلى عيالها فهذا الشيء اللي خلالنا نحن كلنا أنا وإخواني نكون عند حسن ظنها ومركزين كلنا بعد كثمانية أنه نحن لازم نكون أفضل الشيء لأن أمي تعبت فينا ترينهم الأم والأبو يتعبون في عيالهم العيال لازم يجازون أهلهم أنه يردون المعروف صح يعني نحاول قد ما نقدر أنه نكون مبيضين ويهاء فارحي لنا ساعد هنا نعرف بعد نباتشل أي شيء يستوي هي اللي بتحزن أكثر عن أي حد ثاني صح ففاري امبورتان الواحد يركز على أنه كيف يرد الجميل لأمه وأبوه اللي تعبوا بتربيته وأنه يوصلونه وين ما يكون اليوم فهذا الشي يعني فطفولتنا كانت يعني بين طفولة مشاغبة بقول ولكن مضبوطة في نفس الوقت استمتعنا فيها كنا بين البحر وبين العين أمي واي تحب البحر فكانت تودينا نفرف طاقة في البحر أظنني لينا الحين لينا الحين كنا نحب البحر يعني ودومة مسير بيت البحر أنا كل وين واحد يرتاح يعني سبحان الله بس بعد بيتنا منشقين بين بحر وبر في اللي يحبون المزرعة والغنم والطبيعة وفي اللي يحبون البحر والصيد صح عنا تول سايد تول سايد حدو بس تنويع عشان ما شو يملل لا لا ما في ملل مستحرك يكون في ملل ويعني حتى اللي يمكن بيتابعون يعرفون أنا أمي من أحد المؤثرين بقول في المجتمع مونا بنت خادم يعني ويد ناس يتابعونها أنا تابع وتتابعونها ويد ناس يتابعونها بس لنا لها بعد تأثير إيجابي مم بس على بيتها حتى على بيوت ناس ويدها وأثرت ويد في المجتمع يعني أنا أتكلم عن مثلا رياضة الأعمال دعمت ويد مشاريع بعض وها شيء ويد أحبه يعني الناس ما يتخيلوا مثلا شخص مثلا أم مع مستوى أم تكون برو أكتف تكون طموحة وتسوي هالأشياء كلها وتكون أكتف يعني ممكن يتوقعونها تسوي أشياء معتادة اللي متعودين عليها الأمهات بس هي ما شاء الله عليها حتى يعني دخلت التكنولوجيا والسوشال ميديا وتقبلت وتعلمت كوثري عم بقولش إكزامبل واحدة من ربيعاتي أمها ما بذكر أسامي بس يعني أمها كانت شوي داخلة في دبريشن عيالها كبرى وكل واحد من شغل في حياتها هي بروحها في البيت ما تسوي شيء الرأي المشغول فقالت لها تابعي منا بنت خادم تقول روضة أمي تغيرت قامت تروح تشرع من سوق المينة وقامت تتزرع وتعالوا اليوم طاب بختركم هالطبخة وهذا فتغيرت نفسيتها لأنها قامت تشوف حج قدامها يسوي هالأشياء فهذا من جهة الأمهات فأنا أعقب يعني حتى مع الوقت يعني ويربيعاتي وعن طريق مثلا سناب شات وتس كلوز يعني مش أنا مفتوح للبوبلك قامت أطلع وروح وسوي وتعلم فالناس يتحمسون نحن بعد نبا نحن بعد نبا فthey get inspired فأنتي ما تتخيلين كيف أنت يوم تسوي شيء في حياتك ممكن تأثرين على حد بدون ما تعرفين ولا يكون فيه يعني نية مثلا أو هذا بس تخيل لو أنت حاطة نية أنت تبين تغيرين وتبين تأثرين في الناس والله وينت حلو سبحان الله يعني فأتول بي ماجيكة بس روضا أنت عندك فرد أو شخص يعني يديد في العيلة ما خبرتين عنه منهم؟ الفربيبي أقوله تعرفين شو اسمه أول شيء؟ اسمه نابليون لا نابليون اسم قائد يعني نابليون ها القصير صدق نابليون هم سبحان الله يعني أنا طول عمري ما داني تشلاب وتلوع تبدي من تشلاب وأخوه نجاسة وما دري شو بس يوم شفت هذا الكاتكوت الصغير داخل قلبي وسبح هذا لمسللني الصراحة يعني أرد البنت عندي حد يعني ألعب معاوتي أنا لأنني أصدق مع بيتس يعني حيوانات من الصغر يوم شفتت ماخذ نابليون وشفتت شو يعني يمكن أتابع وأشوف أن نابليون ما شاء الله عنده فود تراكر فود في كل شيء تكنولوجي مش طبيعي هذا أقوى تشلب في العالم من ناحية التكنولوجيا أمي تقول الله يرزقك إن شاء الله انت عرسيني وتيبين عيال وبهذا كنت ما دري يعني أنا الله يعين لو عندي عيال شو بيستوي بس أحسي ما يكون عندك كأن أنت مسؤولة عنها قصبا عنك فأني هاي تراكر قادة هاي تراك وين هذا وشو أكله وشو ياكر وأحسن أكل كل شيء كل شيء ولا بعد إخنا ما أدري ما أخذفت بت أنا وهو مع بعض فأشوف ماي ستاتس أنت ستاتس ونشوف لا أحبيت لأن أتعطيني شو لأن مرات أحس روضا أنت وائد مشغولة مشغولة بس بنظام يعني أنت منظمة يعني قلتهم تعفون روضا ربيعتي عندها مليون اكتبتي تبلان مع ناس وعندها شغلها وعندها ما أدري كم من شغالة عليهم وشو وشو هذا كل كالندر لازم كام تري قلتهم في تول لا تقولوا لي ما شغلين ترا استخدمت أنت تراكيس وشوف يعني أنا قبل هذا كل يعني أنا كنت فترة في مصدر وكانت في موظفة هناك وكانت أشوف يعني استغرب أنا كنت أروح أداوم في مصدر في هذه الفترة في البدايات أرد البيت هل كان أرقد وانشتان يوم دوام فحس ما عندي طاقة لما شفت وحدة على الساعة خمس طلع الشنطة كنت شنطة كنت أنا بروح هورس باك رايدن قلت وات طبعي حسيت مساحة دعطاني كف هورس باك رايدن عقب الدوام ثمان ساعات من هنا اتهتمي إنه يو كان إذا أنت حاطة نية أنت تقدرين وعقولة أمي ما يغلبت شي فبديت من هناك إنه أوكي أنا ما بقضي حياتي كلها بس دوام بالعكس يوم أروح الدوام أنجز أكرف واتعرفين يعني من ناين فأنا حلت صحتي كريفة حتى حتى أنا يمنزل لراتبك أشياء حلال كيف درهم حلال ما كنت أدرس وائد ولكن أنا شاطرة يعني دوم علاماتي في النانتيز وهذا بس مش أني بقعت كريفة أستمتع حتى في المدرسة يعني من نوع اللي عندي علاقات مع صديقاتي مع المدرسات ومي علمتنا يعني أن أبدا ما نراد مدرسة ولا شي يعني حتى لو شيطان تربيل زين آسف آسف مالسوري مالسوري مش خلاص فعلاماتي في النانتيز الحمد لله تخرجت من أحد المدارس الخاصة اللي كل حد يعرفها وعقب يوم يتب أكمل جامعة شو بين كان حلمي دوم أني أسافر خارج الدولة صراحة بس باك كان صعب ما كان آسف وما حسيت أنه فيه يعني أنه روحي ومنحن أنصفق لكذا رحتي وكذا يعني كان يبال شوية تبوش وعقب كان عندي أبشن نشأت قلت يا روضة أنت وشي سوربون أنت وشي سوربون قلت ما سوربون ما عارش السوربون كانت مفاتحة الجامعة يعني وقلت لا أك فتصوت على نايلون 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 تعلم درسة نحنا أنا وحدة من صديقاتي بعد منصورية ورحنا للجامعة شفناها فأنا دخل شفت مواطنين تكلمون فرنسي شي غريب بس ما كانت خلفية باللغة فرنسي داخل عمري عربي ما عندي أي خلفية بالفرنسي فشفت مواطنين تكلمون فرنسي قلت واو هذي كنت ثانوية وردي هني كنت قريب الفترة الواحد يقول وين بيروح وانت قلت مع هلصني بروح شارجة بدرسناكي وشفت هذا الشي قلت جامعته وقريت عن تاريخ السربون وانه السربون هنا في بوضابي فقلت وين نسى جامعة السربون بكبره هنا في بوضابي شفتي انا حبيت تفكيرت ليش موجودة نفس الشهادة ونفس المدرسين دخلت السربون قدمت ناكي وسبحان الى حثرات اللي قدمنا انا الواحدة اللي كملت في السربون ودخلت الجامعة ودراسيا عكملت سويت اول شي ديبلوم لانه الجامعة تكلمي فرنسي هي اللغة انت تكوني تطول عمر عربي وانجليزي تدخلين مستوى جامعة بالفرنسي فاني اتعلم فرنسي وعقب اي ستارت يعني مع مستوى ناس طول عمر هم تكلمون فرنسي كان سنتين صح للفرنسي اللغة السنة سنة بس كوتر انا كنت اروح الجامعة ادرس ارد اروح الرابطة الفرنسية عندي تلفزيون في البيت ما في غير غنوات فرنسية ليه ما هي اليوم اللي حلمت فيه بالفرنسي هيني هزد تبتنا وعقب بدرست ادارة اعمال ولغات واتخرجت اربع سنوات نفس ربعلي في جامعة زايد وفي الكليات معنا ضفتيها للتروفال هو الحلو في استربون سنة تدرسين لغة ثلاث سنوات تخصص اللي يقولون باتلر أنا كده بدرست عندهم فرنسي اظن انت اللي قلت لي روفي عندهم كورسز وانشول بس كان 2 years لما احد يعلمت فرنسي مثل سربون صح تنسف كورس فرنس تطلعناك يبلبل حتى تتكلم وانا اكسنت فهذا يعني كده وكملت الماجستير بعد في السربون كل ما ادوكيشن قولت ان كلها في السربون سواء من الدبلوم ومن الباتلر والماجستير الحين عدم مياسر تقولي ها بنتي مثل الدكتورة الدكتورة لازم ما تحسب لازم روضة الدكتورة انت عندك ويدة هذا طموح أمي كوثر بس انت بتسوينا يعني انا في ذا الهيات استاهل تعبين ام حدي قولت لان بعد بكون اول احدة في العائلة متان سوي هالشي فلازم يدوذس عشان خاطر عيون لازم تسوي ان شاء الله انا مقصرين اقول حق استربون ما تبسون في اجدي اشاه اكمل يعني وياكم هذا بعد ما فتح وعقب خلال انت دراستك كنت تشتغلي نفس الوقت ولا بس كنت تدرسين لا 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 ما في مجال حق اي اي شخص يبغي يدرس في استربون يمكن هابا جاب يعني اتس انت خصص نحية تخصص الذي كنت درسه يعني مراتين ساعة سبع في الليل نقعت في الجامعة فمنصف حين سبع وات جاب هذا أي شغلة هاي أنا اللي أحب فيش بعد أنا علاقتا شوية هم قوية لنا الحين شاركين في الإفنتات مالهم وحس دايما الخرجين لازم يكونون فعالين في المجتمع مالهم اللي هو around the university يعني ضروري كوتر يعني أنت يورونس استودان بس يوروز بين العلماني عرفتي فأنا تمت علاقتي مع السربون وايد أحب انتمائي للسربون أصلا أنا أحب أكون أنتمي لجهة لأمكان لعائلة هذا أحب the sense of belonging هالكوميونيتي كوميونيتي وحتى بين يعني اليوم يعني أنا 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 أحاول أكون أكتف حتى أنا الالفين خريجي تخرجوا كيف ممكن نصيروا مبادرات كيف نقربهم مع بعض فنحاول يعني قد ما نقدر أشتغل مع الجامعة لو أن أنا عندي يعني دوام من تسع لين خمس وعندي أس بي جي وعندي عندك أشياء ثانية هذا بس أحاول أني أنظم وقتي أن أقدر حتى أرد حق الجامعة اللي أنا تخرجت منها كيف تنظمين وقتك لأنه حين حنتي خلصتي طبعا الجامعة وعندك افتزامات مع الاسوسيييشن الألمناي بعدين عندك الدوام نزين ومجارة شوية حلو بعد في الدوام ومويد مطلوب ومويد مطلوب وعندك بعد سبي جي you know baby وبعدين متفرع سبي جي سبي جي بالنسبالي إنه مفروض يكون نزين يعني فكيف تنظمين وقتك كيف تنظمين وقتك بين كل هالأشياء كوثرة أو شيء يبدأ من يعني من أنت كشخص لازم تراتبين أولوياتك ولازم تحطين أهداف أنا وائد أبجيكتف درفن وائد أحب الأهداف السنوية وأحب تحطين أهداف حكل السنة يعني something to look forward to أحب بعد أني أتحدى نفسي في بعض الأشياء عشان أستمتع يعني مشيقو بروحة لا يكون فيه هدف مثلا تنظيم الوقت مثل ما قلتت يبدأ من أول السنة أو من متى ما بغيتي تبدين خلاص اليوم ببدأ وهذا بغير حياتي أيلس مع نفسي وين أبغي أشوف عمري أنا في خمس سنوات في عشر سنوات يعني مثل ما في ورؤية أبوظبي عشرين ثلاثين أنا مسأل رؤية روضة عشرين ثلاثين عندي تصور where I want to be فهذا مهم بس قبل هذا كل كوثر في شيء الواحد لازم يشتغل عليه وهو يتعرف على نفسه من هو روضة شو أبا شو أحب I enjoy وحتى تعاجين إذا فيت شيء تراوما أو شيء هاي عاجي عمرت لازم تتعرفين على عمرت فرحلة البحث عن روضة يعني took me some time يعني كم وبعدني أتعرف على عمري as we go لأن تتغيرين أنت بعد The major foundation متى تغير النقطة التحول يوم دخلت الثلاثين أقدر كم دخلت الثلاثين شو يصار فيه يعني وعي أكثر أنه شو أبغى سي في حياتي أشوف الناس الجدامية تعلم دروس من الناس اللي أكبر عني وشوف اللي أصغر عني ومرة شي ينحرق قلبي يعني لو يرجع بالوقت لو في حد كان يوجهني يقول لي روحي يمين روحي يصار في المجال اللي أنا بأ يعني حتى الحين قاعد أفكر أقول أوكي روضا what's next SBJ وحق اللي ما يعرف what is SBJ soul and brain juice community سويتها في 2019 وما كنت في 29 بهدف أننا نبغي نتطور ونتطور كلنا مع بعض بس مبحق كل الناس يعني لازم أنا أختار بعض الناس اللي بيدخلون SBJ ويكونون جزء من هذا المجتمع it's exclusive وائد ناس يقولون ليش ليش ما تدخل وكيف نقدر ندخل يعني في وائد كلبز موجودة وفي communities تكون على معين على رسوم معينة نحنا لا نحنا يهمنا أن الشخص اللي بيكون معانا تكون واحدة تبغي تتعلم تتطور تبغي تبغي ضيق يعني مبحد يعني يدخل أنا أبغي أدخل ويسوي شيء ولازم يتقبل أن يتقبل أن هناك مختلفة بالضبط نحترم اختلافات الناس ونشجعهم ونيتنا تطور الجماعي مهم ما في شيء عيب أنا لاحظة ما في شيء أستحي أسأل يعني أنا أتذكر في واحد من الأسئلة أنت لا تستطيع تديو دين من الأسئلة تسألها بعد سوي روضة بعد حلو تزوي أحبها الشيء الحماس يعني لون يداون ترفعي الطاقة ترى هذا اللي يحبونا البنات وليأنا بعد أحب أن نتجمع ونسوي اكتبتي مع بعض نرجع طاقتنا يعني تذروف البارحة مثلا هذا أول SBJ بوك لب يعني يعني تبعونا نبدأ عن SBJ محاول سو SBJ المين جروب اللي فيه كل الأكتبتيز عقب عنا جروب متخصص في القراءة وعنا جروب متخصص في الرياضة وعنا جروب متخصص في رياضة الأعمال وعنا جروب متخصص في الأطفال حق الأم وعيالها والجروب اليديد اللي حين بنطلق اللي هو للاستثمار هذا هذا شيديد وحطيت اسمي ترانا لأن أنا بعد كيف بيكون آلية التعامل في هاي المجموعة حلاص بين الرياضة حق هذا خبر لأن في رياضة الأعمال البنات كلهم يتكلمون عن مشاريع يساعدون بعض يساعدون في موضوع جدا مهم مطلوب نساعد 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 جروب الانبستمت أنا أتوقع بال تسوين انترابنور تسوين انبستر عقب تسوين شوف لان ربست أنا هذا دريم مالي ترانا هذا موضوع 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 تعلمين تتعلمين الأساسيات عقب تبدين ك entrepreneur رائدة اعمال و job creator create jobs عقب المرحلة بعدها تكون انت مستثمرة you're an investor diverse your portfolio you're ready you made money from your job حين you start to diversify your portfolio تبدين مشاريع تبدين تستثمرين عقب في النهاية you start your foundations تبدين أنت you give back في causes في أشياء أنت تحبينها هذه المراحل الحيالي الواحد يجب أن يركز عليها يقول مين أبدأ what do you enjoy doing في ناس يقول لا أنا مارد أكون موظفة يبغي يكون entrepreneur على طول great continue انت يسكبت الemployee part دخلت على entrepreneur واللي الله رازقنهم وعندهم خير ويقدرون دخل على طول على الinvestor واللي مش في حاجة هني فوكس على فلانفر مش مش غلط وستعرفين شو الشيء الحلو بعد أفتخر أنا عضو في هالجروب المميز لأن مرات حتى يوم يكون عندك مثلا فكرة وتبين you run by people وتعرفين بيعطون authentic feedback ما بسولت sugar coating لا لا كاش في الويت ها مو حلو وهذا لا لا ممطلوب سويته وفشلت فيه ولا هذا بالقصة عليك فأحس هال community مهم وتعرفين روضة أن غير الcommunity يكونون اكت ترى كل وحدة فينا حتى اللي ما عند ما تقدر تدخل حد مثلا شو ما كانت الأسباب تعطي نفس الانرجي برا لأن هي تضلع حمد الله حتى لو مرات ما أحضر ورشب ولي هذا مثلا أشوف الأوت وهذا أو مثلا الريبور أفتر فاكت يعني أقول أوكي حتى الحين بعدين أشياء بتعرفون يعني مثلا ورشة البرقع أنت تكلمت يعني يا جماعة أنا خاطري في ورشة البرقع روضة أنا أشعر أنا أدخل أنا كوثر أدخل أحس يعني هالأشياء بعد إذا بنت تكلم عن البرقع يعني نحن أتعلم كل شي فموضوع البرقع أو حتى أن تتعلم ما تسوي الدخون هذا كل من تراثنا فحسنا البرقع شي بيندثر مع الوقت إذا ما سوينا شي فلازم يعني على الأقل نتعلم نتسوي البرقع أنا أقول أبا تعلم أن أسوي البرقع وأبا يكون عندي برقع الخاص حتى حق المناسبات في غرشة ماكنتوش لا أحبش هذا ترى الأصل جي لو ويت حلو روضة وأنت حين تكلمتي عن SBJ وفي شي بعد ويد ما هم اللي هو أبوظبي دايفين خبرين شوي عن الدايفين لأن صراحة الدايفين عالم ثاني يعني شوفين حدوهم طفولتي نحدوهم نروح للبحر أنا مرة كنت رايحة ويا خالتيا وعيال خالتيا كنا في تايلان في بوكت والله يرحم عمها اللي هو محمد الكندي المرر ويحب البحر ويحب أحفاده وعياله أنهم يعرفون يسبحون يعرفون يغوصون فقال بيدخل أحفاده غوص وأنا عيني طرعت هطول ورحوا وياهم وخالت يا حمد قالت وبعد روضة معاهم فأنا تعلمت الغوص من يوم أنا عمري 12 سنة ما شاء الله ما كنت أعرف ورديت لبلاد وقدت خلاص شي سويت وأنا ياه هلأ حي مر ما سوي وأنا كبيرة عيب ومنقود وين صراحة ليه ما فترة كنت في الفجيرة ورحت هناك شفت البوم دايفينج سنتر وفي الفجيرة معروف الفجيرة ببحرها وهذا كان أقول يالله بسوي أكتبتي حق بنات أسبيجي نتعلم غوص أوكي فدخله ويبك ست بنات يعني كان القبال قوي أول بداية لأنه هذاك الوقت ما أدري كم كنا يعني كنا بس يعني لأنه شوفي غير عن شي ست بنات لأنه الغواصة يبالها دراسة فيها تتعلمين تتدرسين عادي أخذ ستة شهور ونتي تدرسين وفيها أمتحان وعقب أربع غوصات تغوصين داخل المسبح وفي البحر فمشكل حد يقدر وفي ناس عندهم مشاكل في الإذن فعلى سنة كان القرب شوي صغير انتمت ولكن كان الكميتمت عالي فيه حلو فيوم رحنا أنا في السيستم أنا أورادي عندي لسن open water فما قدر أكون مع أربعاتي فحطوني بروحي حطوني advanced بروحي فهذا ليسا ثاني وهم فعدوا في القول وهم حطوهم حتى يوم نحن هناك ودهم هم في طراد بروحهم private وأنا كنت مع ناس ما عرفهم وانك كنت مرتاحة أبدا فقلت من هنا الحاسبيت مش مريح يعني وأنا حتى يوم يوم أسير البحر وغوصة يعني أنا I cover up مبني فما حبيت أنه هي ناس غرب ما عرفهم وبعد الغير يوم ربعت you look after each other الواحد يوم يبغي يروح يغوص يبغي يكون في أجواء مريحة فمن هنا يتفكرت أبضابي female diver كنت بس سوي group بس حق البنات اللي يبغي يتعلمها نغواصة ونسير مع بعض في أجواء private ومريحة وبدأ هنا ما شاء الله اليوم 100 female diver 100 واو بس كان أول female diving يعني group في بضبي بتقولين أنه رسمي بهذا الحجم أحس هي لأنه قبل في أفرز بس ما كان ما سمعت صراحة عن group ثاني غوص في بضبي أنا ما سمعت ويعني نحن بدينا يعني سوينا logo سوينا هذا ونشجع بعض ويعني صار عندي تعاون مع كل diving centers بس أنا هدف هي أن أروج حق هالشي وأن أشجع البنات تروح للبحر لأنه ويت غيري نفسي ومتروحين في أعماق البحار في هدو عالم ثاني وعالم ثاني بضاب يعني أقول محظوظين لأنه تقدرون تسيرون زورون تطلعون يعني يعني ها مو مكانكم تعفين السفر مثلا أنا بسافر بروح الفندق الفلاني ولا البيت الفلاني وبتم عادي لو أبتم بزيادة لكن في البحر يعني أحس زيارتك محدودة فاستمتعي بالزيارة المحدودة وطلعي صحيح أنا أحس يعني البحر دائما وأضيف على كلامة كوثر بعد نحن يوم نروح البحر تغوص يكون عندنا هدف يعني مش بس أننا نروح نتمشى تحت الماء لا نحب نروح مثلا ننظف حلو أنا وايض أحب الكليناب يعني حتى دوم أقولهم أنا بشكارة تحت الماء لازم أسمع الكليناب وائد حلو يعني كمية بلاستيك خيوط سنانير يعني تلاقينا طلعت مع أبيا للبوكتس عندي من كل شي ويوم ننظم رحلات تنظيف خاصة في بغضاب ينسوي هالشي وايد نستمتع وما تحسين بالوقت فهذا هو علم الغوص حلو يعني شجع أيحد مهتم أن قوها تجرب ولو شي يديد وإن كل مرة ترع عندي هوية يديدة شو أحلم كون غس يعني رحتي دايفين فيه أنا أحب الفجيرة هاي وايد أحب الفجيرة ورحنا بعد مرة اكتبتي نغوص برا ورحنا مسندم بعد مسندم فيها أكويريوم يعني الحياة البحرية روعة شو عن شرم الشيخ بعد نمار هذا إن شاء الله عندها كل حد سار يعني كنا مع قروب وثارة وخاصة هنا وويتستانس وقا أول مرة نشوف هالأشياء اللي شفناها هالألوان هاي خطيرة هالألوان وعماق هناك فلازم تجربين السيرين هناك وأنا قرأت كتاب اسمه يوميات قواص عجوز ويتحلو يتكلم عن قصص الدايفين من الثمانينات فشوقني فإن شاء الله إن شاء الله إن دي بايبلان هل تبايت بايستان ستوري وموجود نعم يوميات قواص ني في الخليج هو في مصر في مصر يعني هو أصلا دكتور هو زوج ذا يعني يغوصون فكان يعني يغوص ويكتب القصص اللي صارت يعني أوكي فيه هدف بس أنت شو تعلمت من الغوص لو مش يعني مهارت بس الغوص يعني الغوص يعني الغوص علمت شايد دي دا الغوص يعني تعلمت منه أول شي الواحد يركز على البيئة يعني صدق الواحد لازم يحافظ يعني مستحي أنا بيين لو شفت بحد فار بلاستيك ولا فار ولا يأكلون يعقون هذا لأن كلها في البحر تشوفينها موجود كما لقط المرات يكون مدفون تحت يوم تيرشي قطعة بلاستيك فتعلمت أن الواحد لازم يحافظ على بيئته وغير عن شي أنا غصت يوم أنا غصت 12 سنة من سنة يمكن أنا راح تغصت في نفس المكان اللي غصت وأنا صغيرة مش نفس الشي مش نفس الشي متلوث يعني قبل ألوان غير تحت الماء الحياة البحرية أكثر الحين تحسين شوية تسبليكت حسين قلت قلت الكائنات البحرية ففيه فيه فيه شي يعني فالواحد لازم يحافظ ويركز كيف ممكن نحافظ على بيئتنا وترى يعني اللي تسمعون على الاستدامة والكلام ترى تسريل سواء يعني في البر ولا في البحر تعرفين قرأت دراسة يقولت أن كل المأكلات البحرية ناكلها للأسف يعني ما في مفر لو تيبينها من أحسن مكان تقولين هذا أفضل شي والسورسينج من الفشر منها كلهم فيهم نسبة من البلاستيك فيهم نحن يعطينا ناكل البلاستيك نحن الأوادم يعطينا ناكل البلاستيك حاليا هذا كله بسببنا نحن كيف أهماننا وما نحافظ على لازم هذه ثقافة يعني هذه ثقافة إذا الكل يعني يعرف أنه لازم يعق لازم ما يحافظ على بيئته تتغير يتغير يوم بيكون في شي يعني بيق بيستعبون لازم واحد يغير في دراستك أنا أتكلم عن أفراد روضا أنت عندتش رسكو لايسنس ولا ماستر لايسنس ولا شوف شو لايسنس أوكي في الغوص في مسارين أوكي في مسار وفي مسار البروفيشنال أوكي في مسار الليجر أنا ماستر سكوبا دايبر ناكي هو أعلى ثقة واو أوكي وهو يطلب بدل واحد يكون عنده أوبن ووتر ويكون عنده ورسكو وبعدين خمسة خصصات متخصص أنا أحب لوحدة يوم تروح للبحر تغير نفسياتها تتغير وأحب يوم الأمهات يوم نروح كلنا مثلا SBG Activity نحجز في الفندق العيال في المسبح والأم تغوص بالعكس هذا شيء حلو وتعرفين شو بعد أنا دايما أقول مثلا عن هال المهارات وهال الرياضات بشكل عام أنا تخيل أنت حين تغوصين نشوين هالشياء تشوفين أشياء مميزة يمكن أن تشوفينها في حياتك لها المرة يعني أنت ما تدري يوم نسرين شو بتشوفين صحيح صح ولا لا يعني ها أنت وحظت أنا عرف ناس يكونوا رايحين أنه بورنغ بيكون بورنغ ما بتشوف شيء آخر مرة أمس سرنا وتمينا ما دري كم غصنا ثلاث غوصات وما شفنا شيء فجأة هم يتريون شارك يتريون شيء شو أحلى شيء شفتي تحت حين تتكلمنا عن أشياء اللي مبحلوا أنا أحب يعني بشكل عام مثلا من أشياء اللي أنا ويد عجبتني مثلا يوم شفتها غيتار شارك ويتعدالة ما سوى لي صرف ولك أني موجودة وحتى في شوية أكستريم اللي هو تصيرين شارك دايف اللي هو معه الغروش والبرسبكتب إنه يراير ممكن تأكل شو هذا يعني فهالأشياء حلوة لواحد يجربها يعني تحسين شيء برش تحت الماء بس أنا أنا عندي خوف من الحنشام بشكل عام إذا شفت حنيش الدموع في القوغل أنا روحي بزيغ منهم أنا زيغ بينهم بس أفكر فيهم أزيغ أتعافين شو أحب في الدايفين شيء يعني طبعا أنا مش دايفر بس عفو إن شاء الله تستويين دايفر بس عفو لازم يكون حاضرين بالعكس بي مور than happy to be with you أحب أنا سويت سمو the online كورس بس أحب في الlanguage تعافين sign language لغات الهنش مرة أقول إذا عندي مشكلة أوكي أوكي هذا يعني مش أوكي هذا أوكي أتذكر مرة واحد نعرفه من له يعني كنا رايحين بحلة بحرية ومهم they are diving فهو يالس على البوت طاح الغوغلز ماليا خلاص الحين بيسيرون يدورون يدور ما عرف شو ستوا المهم ما حصلوا هذا كل وما عرف ما لغوغل طيحته وما عرف عقوا يمكن شهر شهرين راحنا نفس الاسبوت حصلنا لغوغل سبحان الله ويقول لغوغل قال والله تكسبون أنجر ترى في وائد أشياء يعني أنا عندي بعد أبغي أحصل شي تحت الماء فمرة تحصلين مثلا بلود تحصلين حزام كاميرات جوبرو شكثر فمرة تحصلين ترى في صور روضا أنت مجالك المهني اشتغلي في قطاعات مختلفة أنا أعرف أن أنت في قطاع التكنولوجيا والAI حاليا قبلها في الاقتصاد والأنتربينورشب وقبلها صح بعد ذكريني قبلها وأنا في التنمية الاقتصادية أكثر شي والمجال الحكومي والرعاية الصحية جربتها والحين في الأدوكيشن والAI أول شي أنا غيرت وظائف كذا مرة بشدوم لشيء أحسن وشيء أفضل وتجربة بالنسبة لي تعلم الواحد منها يعني يوم بديت ماي كارير كان في المجال الاقتصادي وايد أحب شغلي I love it أحيد 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 يعني أحب أدعم الشركات المحلية وأحب أشوف المواطنين يطورون يعني it was aligned with my values والله رزقتي بمدير يعني كان very supportive وداعم وكان شايف شي فيه وأنا أشهد والحمد لله الصراحة يعني بشكل عام أنا أكثر مدرائي كلهم كانوا والنعم فيهم وأنا أصلا من نوع اللي أحب أقدس المدير يعني هذا الشي فيني أحس أنه مهم من الإنسان يحترم مديرة ويكون aligned مع المدير في الوظيفة يعني بس أنا كنت في يوم دخلت الحكومة كل حد كان يقولي روضا أنت ليش في الحكومة لازم تكوني في القطاع الخاص أو semi-government المهور شخصية يعني هي أن أنت مور ديناميك معنا شغلنا كان ويد ديناميك سبحان الله سمعت للمحيط فقلت أوكي بدخل السمي-government وبجرب فدخلت ويمكن هنا كانت حسيت أن لا أنا ما أريد أكون في السمي-government أريد أن أكون في الوظيفة أحب أشتغل حق بوظبي عندي الانتماء مهم يعني يعني السنس الوظيفة مهم عندي فرديت أريد على أني أشتغل حق بوظبي هوت كان يدو فور بوظبي فأنا فكرت أني مثلا أحس أن ما أفعل لأسويه ليس قاعد ينفع حد أو أن ما أقدر لازم الشغل يكون أعطي خارج العمل أبقي أعطي في العمل وحس أن الشغل يقاعد أسويه أريد أن أحسني مستانسة مساعدة حد ويأفول بعد أنا خلاص أنا أبقى أتطور تطورين هي وفي الوقت الذي حدثت أن هذا المكان لا يناسبني لم أدفن عمري وقعت أتحرطم وأنا لا أريد ولم أدري ولم أدري ولم يتحرطم الكثير من الناس يتحرطمون ويدفنون عمارهم أكثر ويأفضل وأنا هذا أريد كل ما أفكر فيه يوم ترى عمري كيف مرتاحة في الدوام يوجد زيادة يوجد زيادة أعطي أعطي أحاول تكون إيجابية وكل أحد ينصدمون عقبنا هاي كيف لأن أنت هدافت أن أنت يتحرط مرتاحة لأنه يمكن تحرط إلى الأسوات وإن تدين الواجب في المكان الذي أنت فيه حاليا وطلعين عمرك أعملوا تميتي أنا ليس أريد مرتاحة مع مديري أريد أن تكون في نفس المكان وحالتك تستوي من سيئة إلى أسوأ وحالتك النفسية تتأثر فإذا تبين تطلعين كرفي وطلعي عمير روضا أنا أعرف وحدة والله العظيم كلما أتلاقوا معنا عزيزة وغالية بس ما طب فيها ما أحبها كلمة شوى وين ما تدرين أنا ميهود أنا ميهود والله الدوام ما منهم فايدة ما زادوا راتبي زي ما زادوا راتبي شفي حلس والله يكرفون حتى في الوقت أشتغلهم والله ما درشو والله هي مشكلة تتوقع هي تبقيت فضفض فضفض وعطوبة أنا أردت فعلي شو تعرفين قلتها زي بأقول لك أنت سويت Workshops Training XYZ يعني أسألها لكن أكون ناصحت تقول لي لا ما سويت ليش ما بيدفعوا الدوام قلتها تدفعي من جيبك أنت عندك راتب أو أنت طور من نفس جلت ترين دوام يطور دوام مش مسؤولة أنت كشخص يعني الحمد لله يعني الحمد لله والله عنا دوامات يعني مش مقصرين وعننا قوانين تنصف الموظف وعننا بس يعني وفي ناس يحبون يتحرطمون يعني أنا على الفكرة أكش من أي حد وارد بسمع تمره أنا مجبورة لأن تمون علي يعني ماروم يعني تخيل نصحينها يعني أنصحت أقول سنين وبنين أقول لها شوفي إذا ما تبقى تستثمرين في عمروش أبسط شيء سوينا قد بيع وظيفة ثانية بس أنا ما أقول لها يعني هي ثانوية عامة ما عندها لغاقتها وين بس سيرين الحين إحنا إنترناشنال ماركت وين بس سيرين المكان واتفكير من عمروش سوي شيء سوي شيء حق عمروش أنت إنسانة يعني غيري لا 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 كله ناقتب الدوام والدوام هو محور أي يلسى فأنا تعملين أحاول أبتعد بسبب هالموضوع كوثر ميهودة كله ميهودة كوثر يعني شخصيا كل شيء في حياتي أنا سعيت له ما ترى حد يقول لي يعطيني يسويلي سواء كان يعني إنسان أو دوام أو هذا بروحي أستعلم الشيء لازم يعني وفي أشياء أنت لو لوبت قصرين على عمروش في من جيبت أو شيء كذي ورثت في نهاية استثمار أحسن استثمار استثمار الشخص في نفسه صح نحن لنه يعني إذا في حد وايد سلبي يعني مرات يمكن يبغي فضفض بس أنت مطلع عمرو من هذا الجو ما يفع ترى خلاص يعني درينز أنا ما أحبها شيء قمت عفين شو أسوي تشني أسوي أي لسة يعني في اليسة بس سامحون أكيد بتعرف يعني منوها مرها بس لك أسوي ميوت أسوي ميوت أقول ما أبا أسمع عن هالشيء زين قبريني عن عيالتي قبريني وواه ما سيرونا في الويكيد بس ترى ممكن أثير عليك أثير لأنه غالي علي وأبا أت بس يعني ما عم فيه ناس تشيف استك they don't want to leave هال 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 هم يبون يطلعون فيه ناس حبون البكت المنتالي فأنا قبل كنت أحاول أني أغير أغير روائد ناس حولي بس بعد أنا اقتنعت and I need to focus on me I can do certain things وبعد الأشياء الثانية هم لازم هم يغيرون focus ما لي شي بيكون هاي أهدافي أنا نفس الشي أنا أوكي الحين أنا سويت واحدة and just الحين شو بأسوي شو بأسوي شو الأثر اللي بأخليه أنا صح واتشو اللقسي هي شو اللقسي ما لي كيف أبو الناس يتكلمون عني وما أنا موجودة صح فوايد وايد مهم انزين أنا سألتك سؤال بس أنت يعني ما جاوبتي على السؤال بس يمكن لأن أنت ما عندك تجربة ممكن سيئة أن أخيص وظيفة بس ممكن شو أقول لك يعني كان يوالمني ما يوالمني بس إذا بتواجهين رسالة حق أول مدير في أول وظيفة دعمت شو بتواجهي لرسالة لأن أنا عرف في النهار المدير بعد وسط ما أعرفت إذا نفس الشخص اللي في بالي يعني يعني أول مدير في حياتي كان دكتور عديب العفيفي غني عن التعريف نظين ويد أنا اليوم أقلد ستايلة في الإدارة ماشاء الله يعني يوم كان يقول أنتو النجوم بفتح سينتي نجوم بفتح نجوم نجوم أنتو النجوم حتى يوم بيتعامل مع الأشياء أو التحديات في الدوام يرفع السماء منوزع على الشيء خوضة وحتى إذا بيعطي ملاحظة بيبهب بطريقة فكاهية هي ولكن نتعلم تعلم منه أنتو ويد جسوا تحت قيادتك على الأقل الأشياء اللي أنا عرفها الحمد لله أردأ لو أتكلم عن كل مدير ومدير كل واحد عنده إنجازات وستايلات مختلفة فيه المدير اللي يعطيك فالباور فيه المدير اللي حب مايكرو مانج أنت تتعاملين مع مديرك مختلف المدراء وستايلاتهم مختلفة بس أنا بشكل عام يعني أحس أن الموظف لازم يكون يعني مع مديرة لو كان مديرة سيئ يحول أنه يدير مديرة مانج ومانج وشو رايتش يعني أحين أولا دكتور أديب صراحة أنا أوصل له تحية لأن أنا لين اليوم أتعاملوا وياه نعم وفعلا ما تغير ثرى وبالعكس زاد أظني لكن هاي بعد رسالة للمدراء إذا عندكم فريق طوروهم أمسوهم ترى حتى الكلمة ما ترز في الليدرشم المفروض المدير يشتغل حق الموظفين مش يعني كمدير يعني هاي الشيء اللي الواحد يتعلم بعد أنه فيه وايد ستيلات الإدارة لازم يبني علاقات يعني مع الموظفين يشجعهم يطورهم يعني دوم أفكر كيف ممكن أني أنا أخلي الموظف اللي معايا يكون أحسن عني ويوم حتى في ناحية التوظيف أريد ناس أحسن عني عرفتي أنا هم اللي يعني ويوم الواحد يأدي مهامه ويسوي شي إنجاز هذا ركيقنايز ذانك ريورد وايد مهم وايد مهم لأننا نبغي بيئة عمل واحد يم تأتي كم 8 ساعات من يومك كل يوم خير تروحين كل يوم ليعة تبدت وفيه ناس وايد شي ترى ليش تطلعين باتر يدعون عليك لا أبغي أطلع يقولون هاي والله استمتعنا واستانستنا وأنجزنا يعني أنجزنا سوينا وإذا كان فيه رؤية واضحة وعارفين وين بنروح بيكون وايد سهل لأنها تعمل كانت عندي مديرة فنانة وايد أثرت فيها عزة الشرهان رجلها تحية عزة الشرهان يعني أنا بالنسبة لي قدوة أتذكر أول ما اشتغلت وياها تعني كل حد عزة الشرهان عزة الشرهان عزة الشرهان كان ملف قوي ملف ليديد يعني تعني أن القيادة متابعين هالملف بس عزة إنسانة إنسانة يعني تحاتي كل موظف شخصيا هو مرتاح ولا لا انزين وهذا شي واحد يعني تخيل الطاقة اللي عندها بعدين الشغل وكل شي فكانت أتذكر كانت حتى موية كانت تقولي مرات يعني مثلا أبا أشتغل أكسرا آورز ما تحب كانت هالسوالي فأنا أبا أشتغل أكسرا آورز بليش لأن عزة طلبت أنا ما أقدر يعني من خاطر يعني ما تبين قصرين معاها هي ما بقصر بأنا ولا وبعدين إحنا كتيم كانت فهمتنا الفيجن هذا مش فيجن مالي ولا يعني فيجن عائزة ولا الفيجن مال تكوسر هالفيجن مال الحكومة إحنا كلنا نخدم كان عندها هالعطاء والولاء أساس الليدرشب ولاينا اليوم تخيلي الحين هي مش مديرتي استوات كلاين استوات زميلة وصديقة وأعتبرها يعني أخت ويعني أخت كبيرة ونفس الوقت أهل أعتبرها من هلي لأن الصدق أثرت فيها هذا كم يسوي يعني حتى لو عزة باتتسمع الكلام بتحسني يعني شدت وانتي بعد تعلمت منها هالشي وكانت ومو بس لي أنا ترى كل حد حولها كل حد هالشي ما في حد اشتغلوا إياها أنا يعني على الأقل القروب اللي أنا عرفهم يعني ما في حد اشتغلوا إياها لين اليوم يوم نسولث تعافين نقولهم والله يقوان نيالسي كلنا مع بعض ويعزة دائما هذا أني بطاريخ يعني هذي الأمثلة لازم كل مدراء يعني يشوفونهم مثل أمثلة الواحد يتعلم منها أبغي أكون عزة أبغي أكون دكتور أديب لازم نسول هايلات على هاي شخصية تعرفين ماذا ننسول بروجيكت والله صدق يعني هايلات المدير اللي الواحد تعلم منه أنا أبغي أكون مديرة نفس فلان لفلاني لأن شو الدكتور أديب حتى عزة الشرهان ما يحبون متواضعين متواضعين ما يحبون الشو ما يحبون الشو كتاب دوكومنتري شي لازم شو الصفات اللي يجب تكون في القيادي المقدر طلعنا فكرة طلعنا فكرة من هذا والله صدق يعني هايلايت ذيس برسنالتيز اللي حتى يومي ترى حتى موضوعي وانتي تستوين أنا ليدرشوب قزيشن بديتي ها أنا رئيس قسم وانتي كيف تتعامل حتى لو أنا من أول بدايات مثل يوم كان كنت موظفة وكان في انترد وانا مسؤولة يعني ها الانترد يا إلهي كيف أقدر أكون أنا مثال حق الانترد هذا أساعده عشان باتر يعني متوظف يشوف أنه تعلم مني شي لأن في النهاية المدير يعلم بعد فإذا في إجزامبل نشوفه نتعلم منه تتبقى كل مدير يديدي بيسهل وائد ما بيسمع شكاوي وائد نسوي باشن بروجيكت هذا مش غلط انزين احنا نحن تكلمنا عن الوظيفة مشاريع خاصة مشاريع خاصة شوف البيبلاين عندك أبكار يديدة تبين تسوينا أشياء يديدة أنت روضة أنا عارفت أنت ما ما يستجد تكونين هادية لا لا شوفي يعني أنا بديت دراسة بديت أمبلي وفترة ماي أمبليمت بعد كتشتر وائد مع شفت وائد تحديات تروعت بس عقب مع وكريتين وكريتين شفت أنه ممكن يكون موضوع أسهل وائد عن اللي في بالي لأنه في سبورت سيستم وفي شيء اسمه شراكات مو بشرط أنت تسوي شيء بروحك ممكن يكون عندك شريك يكمل إذا لا لديك الوقت لديك الوقت إذا لا لديك ال知識 لديك فأنت ترى ما أنا ممكن أتب وما ممكن هي تب أو يب على حسب ونكمل بعض وفي المشاريع بعد بحر يمكن تبدأ مشروع من سكراتش يمكن تأخذ فرانشايز تبدأ كل شيء موجود ف SBJ became a company which is amazing today مرخصة SBJ الحمد لله وإن باي بلس نعتبرها social social مش هدفها ربحي كثير مهو social وإن يكون نظام يعني في كيان لغلي نواتز SBJ حتى يوم نحن نسير مثلا في SBJ سبورت إذا نحجز مكان فترة في كونتراكت تقدر معهم وهذا ما نفعل مع الرياضة وهذا لنوير SBJ ففي لنا كيان قانوني النواتز SBJ الحين باي بادي في موضوع الفرانشايز ومعايا بارتنر ومستمتعة وحتى لو باتر ما فشلنا تعلمنا يعني وادخلت في رياضة الأعمال حق أتعلم شي يديد وأشوف أنه واد ناسنا وانتي منهم كوثر ما شاء الله كنت يعني فعندنا وانتي من المشروع لناس بدأوا ونجحوا وقاموا بدأوا بتحول الشركة واحدة وواحدة وثنتين وثلاثة واربع وفي النهاية يوم يكون مشروعك أنت تحسين فيه فايدة لبلادك وفايدة يعني خص أنه مثلا المشروع الذي قال عليه مشروع في مجال التعليم مجال التعليم وللأطفال بيساعد العيال في مجال الانهانسنج الأكاديميك سكيلز وبعد في الكنسنتريشن سكيلز يعني في التركيز فوائد دمهات يحتاجون هالشي وانا شفتها من البيت يعني عندي ولد أخويا الله يحفظه خليفة عنده تحديات في التركيز ما أركز كانت ويت لنأفتح عشان هو يكون أول واحد العيون خليفة يكون هو أول واحد أنه يستفيد من هذا فتخيل أنت تتخين في ريادة الأعمال بس يكون المشروع مالج بعد مشروع هادف ويفع المجتمع وفي كلمة قالت لي ياها الدكتورة نوار الفلاسي اللي هي the founder of the skin institute دكتورة نوار طالعة مرات تشتغل يعني في شرطة بوظبي وهذا وعقف تحت مشروعها skin institute بدعمها صندوق خليفة فهذا حتى كل يوم كنت قاعدة وياها قالت يا روضا أن الوحدة تفتح مشروع هذا واجب وطني دليني الكلمة هي في إذنه وطني هذا واجب وطني واجب وطني تخيل يعني حد يقولك أنت أنت كني رائدة تعمل هذا واجب وطني هذا واجب وطني هذا وائد حلو ترى روضا أنا دائما كنت أقولها الشي بعد بس ما كنت أقولها بها الطريقة كنت أقول أنه يعني كان يقولون أنت كوثر ليش فتحتي بزنس وها كيف تخدمين كنت أطالحهم تشيب استغراب يعني أنت كيف تقول لي هالسؤال هانا أنا أخدم بالعكس في مجالي أنا أخدم الوطن وأخدم الحكومة شكل أكبر لأنه عندي فلكسبلتي أني أكون في أي مشروع أنا أقدر أكون فيه يعني قتم بالعكس أنا أخدم حتى كقطاع خاص وكفاين أنا ونفس الشي في مجالك ونفس يعني حين شو قالت أنه هذا واجب وطني إذا إحنا ما نخلق هال ونطور من الاقتصاد وكوثر سوري يعني أنت إنسان اليوم متعلمة مثقفة عندتش ثقة وتقدرين ليش ما تسوين حق بلادتش هي يعني كنت أقول لهم كنت أقول لهم نحن مش أقل عن غيرنا في شي ترى يعني كيبابل عنا عنا قيادات وعنا كيبابلات ونقدر مو بس شي فيه دعم والقيادة دعم المرأة بالذات في الانتوب نورشب يعني أنا بأقولت مو بس حق المشاريع المتخصصة في دعم الرياضة العموال بشكل عام يعني أنا شفت شفت كامل أصلاً الحين صاير من سنين يعني تقريباً قبل كوفيد يعني شفت كامل اهتمام في الأساميس أكثر وغير عن هذا أنا يعني أفتخر أفتخر أقول أن أنا كشركة إماراتية يوم أشوف دولة مثلاً في وقت أكسبو دولة أوروبية ما عندها دولة صغيرة أوروبية بس دولة أوروبية يعني ما عندها علاقات دبلوماسية مع دوت الإمارات وكانت تبغي ممثل يساعدها في تنفيذ مشروعها في أكسبو وأنا أقولهم أنا في الخدمة لكن بشرط أول شيء تأسسون علاقات دبلوماسية من في بلادي وفتحوا لهم سفارة سبحانه في ثلاث سنوات يعني فتحوا لهم سفارة وتم احتماد السفير وتم وتم وهذا كله وأنا موجودة بسبب أن أنا أفضلهم يشرون في أكسبو هذا فخر يعني ما خدمت بلادي أنا صحيح صحيح في أشياء المثال الناس ما يشوفونها يعني شو ونحن نكون واقعين لوليين أهالين لوليين كلهم تجار كلهم تجار موحد كان يشتغل في الحكومة قبل قبل أنت تتكلمين حين أيام من الحصن منه كان فيك هذا شخص هنا هناك بس بعضهم كانوا في الحصن يتاجرون هاي كانت الحياة صحيح صحيح فلاهم خلف أناوي بس بعد الحمد لله يعني اللي دون في الحكومة ترى مرتاح يعني رواتبنا يعني أنا أتكلم عن يوم بديت وظيفتي الحمد لله ما حسنا فيه حاجة أني أفتح مشروع ترى مرتاحة بس حلو يوم الواحد ما يكون مرتاح ترى أنا وايد معت فيه يعني موش تي سي أن الواحد ما يكون مرتاح ترى أنا يعطي حماس مو بس لا أنت شو البربس ما لك في الحياة تكون نفس الروتين أوكي فاين يعني أنا وايد ربعي يقولوا لي يقولوا لي كانت ميت حين في الحكومة يقولهم يا جماعة ترى والله أنا التايت الميهم أنتو تشوفوا البروجيكتار اللي أشتغل فيه لكن أنتو تتصلون فيها أنا أفذلكم مشاريع أفضح أفتخروني أنا أفذلكم مشاريع أنتو السعادة والمعالي أنا أفتخر أن أفذلكم مشاريع صحيح فبالعكس It serves your purpose أكي أنتو مرتاحة أنتو مرتاحة وكل واحد ترى في الحياة هو يختار طريقة يعني أنتو تختارين شو تبين أنا دوم أقول حتى حق أي حد أنتو تختارين شو تبين في حياتك تبين شو تبين والفاليو راضة والفاليو تخيري أنت يوم تكونين شغوفة في شيء وتكرفين فيه بس كرف ممتعة يعني مش كرف يكون تتخصصين فيه مستمتع أنتو بالشيء تخصصين فيه خاصة تسمعة ويوم يستوي شيء يطلبون تش بالأسم ولا أنتو يعني أنا أتذكر مرة وحدة تصلت بي قالتلي كنت موسكا مشروع كبير ما تعرفني يعني مسكينة مسكينة أقول لا هاي هاي أنا سمعت اسمك وصدمت بالمسؤوليات اللي عندك في هالمشروع ليش أنت بالذات موسكا يعني هاي المسؤولية كبيرة أنت تتعاملين مع أولياء العهود يعني أنت كوتر ليش أنت شركة خاصة شي قالت قلت لها صح كلامك أنا شركة خاصة وأنا مش يعني شركة خاصة تديرها إماراتية عارمة وخضي يروف تديرها في المجال اللي هم طالبيني فيه أنا ثالث وحدة بس في الإمارات أسويها التخصص بالدقة هذه بالإضافة الشخص اللي اختار من حق هاي المهمة ذكي جدا لأن يعرف I fast track the process ليش بحكم علاقاتي أنت ما تتين بس with your education with your experience you come also with your network I'm relevant يعني حتى كده أقولها يعني أنت كم سنة لو عندت عشرين سنة I'm relevant I'm relevant I'm relevant today يعني الفكرة أن الواحد يكون عنده هدف من حياته أنت ما تعيشين بس أنت تتنفسين وتاكلين وتشربين وستلم أراتي بتقاعد وخلاص ولا أباكرت موتين وما سويت شي شو سويت في خلال هالفترة نظر هوايد ناس في العقلية أراتي شو سويت يعني في ناس يعني فلان توفى يزاه الله خير سوى ومدر شو ونجازاته فلان توفى ما سوى شي يعني شي فتبين صحي يكون لك أثر طيب legacy وإحنا متورثين روضة choose your legacy make your legacy إحنا متورثين أشياء طورنا عليهم وسويناها أولا بس كوثار تريد شو التحدي إن مشكلة حد يعرف من وين يبدأ أو شو يسوي صح يمكن مرات الواحد يحتاج توجيه يحتاج هذا فعشان شي أنت يوم تكونين surrounded by ناس عندهم فكر وعندهم يعني خط معين هماشين عليه يأثرون عليك فلازم الواحد يركز على محيطة شوفينا منه الناس القرب منه صحي ويأثرون عليك يعني أنا أقول حق البنات choose your people اختاري الناس اللي في حياتك إذا فيه شي أو فيه إنسان وايد مثلا عليك سلبيا حاولين يتقللين يعني من احتكاكك بهذا الشخص حتى لو كان حتى في العائلة صح صح أنا معاتك لازم طلعين عمرك من هالجوب بطريقة ما تفكرين كيف أنا ممكن أكون إنسانة يعني عندي هدف أشتغل على تطوير عمري وعلى تطوير محيطي وأستمتع the process كمستانسة يعني مش أنا طيقة شبدي ومقصوبة لا أنا دائما أقول حق الناس يوم تحطون قائمة الناس القرب منكم سووا categories طبعا يزعلون يقولون categories تعبين كل حد بس فراني كل حد يزعل ليش مش أنا تم categories أنا عندي category معين مثلا هذي الرابع لأستشيرهم أشيات خاصة البزنس صحيح يعني أطفق في أراءهم هذي لف الأشياء مثلا the arts art بسمي وال art art and culture ثاني لأهذي لأنا عرف they have the thinking they have the experience ناس اللي مثلا حق الأشياء العائلية الأشياء مثلا المجتمعية وفي ناس حق الأشياء النفسية صح سبحان الله أنتي كان كاتيجرائز من ناس بحياته يعني يجب أن تكاتيجرائز بس هذا مش معناتها أن الشخص أهم من الثاني لا في الواحد وين يقدر يضيب لك إضافة وهم شيء أناني ها مش شيء أناني بالعبس ها شيء زين وانت قادرين بالعبس أنت أكثر لسيركل يوم الناس حتى هم رواحهم يعرفون أنا أنت أثق فيك في هالشي لأن رايك يهمني في البزنس وإنت رايك يهمني مثلا في الأرت خلاص بعدين هم بعد ربعي يعرفون أنه وين تو أد فاليو يوم أنا بعد أسير لهم عشان أنا يأد فاليو صحيح يعرفون أنا وين وين فت صحيح أنا أتمنى أني أكون في مجال واحد وأنه بس بعد كوثر مشكلة يعرفو شو مجاله هني بعد أرد أقول الواحد يبحث عن نفسه يعني في أي مجال صح أنا في شو وطا مايقودات ما عارف يعني بس هالكونسبت هم تعرف ويد من بين خلينا نكون واقعين إنه سلب ديسكوفري اكتشف عمرك يعني أتشوف مرات ورش أكتشف عمرك بس يوم أدخل مثلا الوركشوب أقول هذا بس يوم أدخل بس يمكن لائرز أعرفتي بس أحس صدق الواحد لازم ويبدأ من أحس من الصغر من يومتي الصغيرة أنت أنت شو مجالك وعاد يعني أن طول عمرك تبغي كون الدكتورة مثلا مثلا يوم كبرت خيارت على طول يعني فيبدأ من هذا ويبدأ من هذا ويبدأ من هذا ويبدأ من أحد يتغير عادي يوم أحب شيء ما أحب اللي بعده هذا عادي ها شيء ثاني عندنا في المجتمع أنا ما يستوي أغير أنا قلت ترى ما أسوي إنسان ترى أنت حين عمرك مثلا عقب خمسة نوات إن شاء الله عقب شهر خلاص أنت علمت شيء ديد غير لك نظرتك فيها شو غير ليس بعيد الواحد يغير ويطور من عمره خلاص يمشي صح مو بيتم هذا الواحد يكتب ويحط هدفي يعني حيث الكتاب كثير يعني حتى هوجو يفيل وديو انجوي شو الأشياء استمتع فيها مني بتعرفين وإذا هاي التبحق اللي بعد ما يعرف كتب الأشياء اللي انتي ما تحبينها إذا انتي ما تعبين شو تحبين وديو انجوي كتب الأشياء اللي انتي ما تحبينها وحدة من صديقاتي قالتلي هات سنوات وطبقتها وصدت تعفين شو قام مستوي روضا يوم كتبت الشيء اللي ما أحبه يمكنت تقولي ما تضحك عليها كتب أقول هاي الصدق too much شو أكتب اللي ما أحبه ما أحبه تبنت ترخزيني يوم كتبت حسيت الصوت اللي ما أحبه قام موائد واضح فقمت أتجنب أني ما يكون part of my focus قام شنة حد علع الصوت صح ولو بعد تستوعبين أفكار شنتي يعني يوم تدخين في شي ما تحبين خاص غيري أبسط شي حتى سبحانه ونت تسوقين شرطة غنية غنية مش حلوة ليش أسمعها ليش غيري نكسلي بعد يعني listen to to محيط listen to your thoughts أشوف أنا اليوم مخي قاعد يقولي أني it's not a good day it's not my day هاي لا لا أغير how can it get any better I need to change this هي أحتاج طلعي عمرت وضع أنت داخلة شويدان طلعي عمرت شو أقدر أسوي would do I enjoy حتى reconnecting أقعد ساعة مع حد يعرف أنها الإنساكن ما قاعد ويا نفسي تكون وايد أحسن عقبها فالواحد يعرف حد عمره self discovery self discovery أنا أحبها it's a good journey لأنني دائما أنت تعلمين عن عمرت يعني أنا أتشوف روضة يمثوانين سنة إن شاء الله أنا وياك إن شاء الله 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 my dream زياني هاي وقلتش تعالي روضة بقبلوش بقت وقلتش وقلتش تعالي نش نتكلم نحن في الثمانين وأنتي في الثمانين والله كوثة الحياة حلوة الحياة حلوة وقصيرة لواحد يستمتع فيها يعني حتى أمي دوم تقولنا في كوب الكباشين يستمتعوا يوم الساوف تقولنا استمتعوا أنا ما تعلمت استمتعوا إلا من نعم كثير من أمي تقول استمتعوا إن شاء الله بس وليو هاش الطبيعي يعني نذكركم استمتع هناك شيء روضة أظن أني مشترك بيني وبينك لقد عنا وائد أشياء بشتركها بس هذا الشيء نحن الثانين نوت عليه الأكل نعيشة شو علاقتي مع الأكل علاقتي مع الأكل أنا أحس أن حبيتني يسوين أحلى أكل ممكن أن تأكل في حياتي هذا واحد أحب الأكل أحب الأكل اللي متعوب فيه وأنا أحس لغة الحب هي الأكل يعني هنا حتى لو لو تبين تعفي كما أحب كما أحبك كوثر سأطبخ لكل يوم حسنا هذا التقدير أن أنا بروح وأخذ الانجريديان اللي بسويها وأقع لطبخ وأخذ وقت في الطبخة وأحط الصحة وشوف تأكل استانس تلاف لغة الحب وسبحان الله يعني الأكل ثقافة ومثل أنت تسافرين بلدان متنوعة فيه أكل من كل البلدان فأنا أحب أجرب أتعلم وأتعمق وأحب أطبخ وترى حلم حياتي أنت تدوي حلم حياتي أنت تكون عندك مثلا من السود في فرانس أني حلم حياتي يكون عندي مطبخ لأنني مقدر أدير مطبخ البيت يعني مش مطبخي فأبغي يكون open kitchen وطاولة أطبخ بيها والناس يأكلون ويستمتع هذا شيء أحب أن أفعل تلاف تستقافة تسمتعة وأستغرب الناس يقولون نحنا مش مهم أننا لأكل بس عشان أنا ما أحب تدوقو أنا شوفي يوم حدي يقولي صراحة بقول لك يمكن أكون شوية ججب يعني في هالأمور يوم مرات أكلم بحد يقولي أنا والله ممتت يا كوثر أنا آكل عشان أعيش يعني أكمل يومي أنا ما استمتع هذي لأ ورديا عندي red flag في شيء مشبب it's a social it's a social tank يعني ويش بتبين نعيش وملح نعيش وملح لا أنا صراحة أحب الأكسبرينس الأكل أحس الأكل والأرت هذي لأشيين يعني ما يخصهم في البزنس اللي أنا سوي day to day يعني الأكل والأرت أنا بالناس كباري مصدر ثقافي يعني أتعلم ويد عن كل شخص أو ثقافة أو جنسية أو الدولة عن طريق الشيين أنا شخصيا أنا ميولي فيوم دائما أحس كتبات مع مثلا الشيفس أو الناس اللي طالفين حتى لو ما كانوا يعلمت وائد عن الشخص صحيح تعرفين وائد عن الشخص صحيح عن طريق الأكل أو الأرت اللي عنده في البيت مثلا خبرني عن هالأرت ليش اغطنيت هالأرت ليش خذيت هالأرت ليش هال مثلا العصر مش هالعصر يعني يعني you find so much about the person صحيح يعني هو مو بس الاستمتاع التذوق تذوق الفني والذهني كلها يعني 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 فأنا دائما إنهم أسافر هذا لازم في الأجندة عندي أخذ كوكين كلاس ولازم أقل عد حدي يعني محلي نزيل طبعا غالريز وميوزيوم هذا طبعا أتشوف وقلبي يعورني أبوه أشتري بس ما أقدر أشتري لأن كلهم يعني إن شاء الله الله بيرزقك بتشتري ما يغلبك إن شاء الله إن شاء الله بيختلف عليكم الوضع يعني لأن روضة أنت ما شاء الله عديت أول شي تحبين السفر استكشاف واللي عبني فيت أنت كاش يعني كيف كاش من أين أخي كاش يا جماعة أنا بروح المكان الفلاني عندي يومين بضيف عليهم يومين زيادة يلا بسوي ويلا ما في داعي فيرس كلاس بزنس كلاس يلا إيكوني يلا وزئير يلا اللي موجود المهمة الروح الدستنيش تأخرها في مطلب ومشكلة بنأخذ كوفي أنا أحس هاي هالشي وعادي حدروا ترانزيت بقعد بطريقة عندهم يعني كم دولة كم دولة زرتي حاليا أنا حس لنا الهين 74 دولة ما شاء الله 74 كونتريز بس في دول بعد تردد لها أكثر الدول الأسيوية بس بشكل عام يعني أحس أن الواحد يستكشف وروح الدول اللي مثلا كل ناس ما تروح لها أو ما تعرف لها راح تننيبال راح تشفت الكوماري هناك عندهم آله ترعبون آله إنسان شيء غريب فإن الواحد يجرب أشياء مو بشرط تكون يعني كلها أولا الله وهذه سفرات هاي السفرات ترى هاي السفرات أحس إمباكت صح وحتى هم تسافرين أنت قلت ذكرتي الفود تور وذكرتي تأكيد عند حد محلي وذكرتي الأرد قال أرزيو هذا بعد جربت تسوي نحن حلو يعني حتى شيء بصي مثل في تايلند في شيء اسمه سوي فاونديشن كان يعني شلينا العيال ورحنا ناكي يحاضون الحيوانات يدخل الرحمة في قلوبهم يشوفون الناس اللي أقل عنهم زنجبار رحنا مع بنينا مدرسة درسنا مشكلة يعني نرايحة سوق ومشاري 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 يعني في شيء هدف أكثر يعني أكبر في السفران فقط تعرفين عن ثقافاتهم وتقولون أن مرات رحلات تكون كوية يعني كوندنس يعني أنا ممي ما تتحمل مرات السفرات تور الصبح وطور المساء ونفس اللي يقول الصبح يقول بس في الليل نفس الشيء في الليل بشكل عام أن السفر يغير نفسية يغير نفسية يوم تسافري حتى إذا مثلا أكرف الدواء محتاج أكافي عمري أساف ورارد نفسية أعطي دبل فمش غلاط وsomething تلك فور أن في عندي حجز موجود والطيراء هذا موضوع ثاني ناس يتخوفون أن دولة غريبة كيف أروح وأنا ما عارش فيها وين بسكن وين بروح شو بأسوي فحتى الحين when you plan a trip ويد في مواقع وبرامج وين بأسوي ماذا هل أنت خائفة على موضوع الموضوع يجب أن تغير موضوع يجب أن تغير يجب أن تغير أو موضوع 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 أسألت روضا أنا أعرف أمور 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 وعيالهم أمور أنا أحس أننا أصغر لأننا سافرنا تعلمنا موضوع أغير وجهتنا للحياة في عملنا وتعاملنا مع الناس في ناس ما يسافرون عيالهم تحسين لو يسافر روحا والعيال ما يسافرون في الصيف أمور لم يسافرون أمور شخص لا يسافرون موضوع كذلك أمور 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 فهو حجتها في السفر غير جول أنا اللي أكرف أنا اللي ييم المدخول بس هاي تقدرات تكرف بعد في البيت بتربي تعافين أحد نحن نحن كبرنا أوكي يعني أنت دومين وعندك وفي اللي في المدرسة وفي اللي ما في شيء يجمعكم أنتوا كعائلة شيء مثل السفر يوم تسافروا مع بعض هنكم 24 ساعة مع بعض ما في حد مدوم والأكسپيريينس كلكم مع بعض يدي كلكم مع بعض وتعرفون على بعض فأنا أحس لازم العوالي تسافر مع بعض لأنه يتقربون من بعض أو يمكن يخسرون بعض بس أكثر دمقات يتقربون من بعض يوم يسافرون لأنكي واي مهمة أحس مثلا العوالي تسافر وهاي ثقاف ترى بعد في المائي وماكن غالي ترى أنا ما أقول لواحد يجب أن يسافر يروح لندن ويروح باريش وليس لازم كلنا فرست يعني في شوفي اللي يبغي الشيء اللي يبغي الشيء بس للمة و البلانيق بس لازم حد يمسك الموضوع أنا أحس أحسها ويقم بس أنا قلتها لأنه يوم ناس يتكلمون مثلا أنا دائما أقول دور الأم لو ما تشتغل هذه أقوى وأهم سوبر وومن والله والله وظيفة في العالم بس بالأش ومن حب ومن حب يعني تعطي من حب ما بنا ما تجبرنها فأبسط شي فلان شلها والعيال رحوا رحلة أسرية وتعلموا في هالحال يعني بس كوتر صراحة الحق بعد ينقال أنا شوف الحين جيل الأبهات والأمهات شوي تغير صار الريال يعني يشل عياله يحاضيهم هذا قبل قبل ممكنه دوره أنه يعني أنا شتغل يشتغل وي يعني يعني ودي صراحة يعني كل العوائل يكون دور الريال والحرمة مع بعض مشاركين حياتهم نفي عيالهم أنا دوم تقولي أنت داتت فلسفين أنت ما جربت وما عرست وهذا بس يعني الأجانب ترهم شي حياتهم يعني الريال والحرمة يتشاركون حياتهم وتربية العيال يعني يكبرون ما يصير ما يصير أن يكون الريال له دور أنه بس خارج ومبعيد والحرمة هي اللي تقوم بكل شيء أو العكس يعني خاصة الحين تعالفين يعني الحكومة وايد مدققة عن موضوع الأسرة الأسرة القوية يعني الأسرة هي الحكومة يعني الأسرة هي أقوى حكومة لازم كل شيء من البيت تعالفين آخر مقابلتين سويتهم صراحة أفتخر في الناس اللي قابلتهم لأنه واحد قال أنا اعترف أنا دوري كأبو وويد منهم ولازم أزيد ولازم أستثمر أكثر ولازم أسود ثاني قال لي ما توقعت أنه يدخل مديح في حرمتها يعني يعني أنه نوعي ما يتكلم عن حياته أنا انصدمت وأنا أتبقى أنه فيه تغيير فيه شعب وهذا شيء وايد أنا أفتخر فيه دائما نتكلمنا عن الأسرة أنت علاقتك روضة أنا أحب علاقتك يعني يا أهلك ما شاء الله ما شاء الله سيحفظكم أنا أحب بيتنا بيتنا فرفوشي فناهين وأنا بس أستمتع بقصصكم يعني لكن روضة أنت شو يعني وين تشوفين عمرت خلال خمس سنوات أو ثمان سنوات أو سنتين يعني يميكتب لك النصيب أسرتك كيف تتخيلين أسرتك الخاصة أنت أسرتك الخاصة يعني أنا وادي همني أن الله أكتب لي أنه وعرصني أخذ حد يكون يعني داعم لي وأنا داعم له يعني صديق صديقي يكون أصدقاء هذا الفكرة لازم أسأل التربيو وأسأل تصعدي لأنني ناسم أنا 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 أحسي أخوف الناس أنت تبين معروف هي أبغي حد يعني يشتغل على عمر مثلا أنا أشتغل على عمر يعني يعني حد يكون عندك شريك داعم لك وهو يتطور وأنت تتطورين يعني لم يكن أخذ في صندوق ويقول لا ممنوع منقود ومدرش وميستوي لا لأنني عيشي الحياة هذا وأحسي أنني أخذ إذا كتبني وكان عندي أسر سيكون قريبا لأمي أمي كيف في التربية وهذا لأن أمي عندها الأسرة مهمة أخذ إذا كتبنا لنا أن الوحدة يكون فاتحة بيت ف سيكون ستاندرد عالي رضا لأن أنا أحب ما شاء الله من لي أشوف يعني أيلتك الله يحفظهم أنت أول شي أم جميلة لنا في اليوم خالة وعمة يعني ما شاء الله إليك يعني أنت يور أكتب فأنا أتمنى يوم الأيام إن شاء الله إذا أنا كنت عايشة يعني ما تدري كيف أبا أبا أشوفت أم إن شاء الله لابا بعيال جل ومشكل المهم هذا بس تعفين إيش أنا أقول أنا أحس أنت بطلعين برودكت ويد حلو يوم أقول برودكت ويد حلو ما تكلم برودكت أنا أحس ذلك سويت أم عادي يعني سبي جي وهذا كله كله مع السلامة ومتركيزي بس عليها أنا أحس برودكت ويد حلو من أي ناحية لأن أنت إنسان تحبين التعلم أنت تعيشين على التعلم على التجارب ما عندك شي يعني ما تحطين لم تحب الـ دائما أقول أقول الله يعني أتخيل ها شي أقول روضا بيكون عند عيال عيالها بيكونون كيف يعني ناس عمليين أحس يوم الشخص المناسب يكون موجود يوم هذا إن شاء الله أنا صراحة أشوف عيالت إن شاء الله كوثة في البودكاست هذا إن شاء الله لا بس شوفي كله نصيب طح بس حتى ما في عيان ما في مشكلة ترى ما في مشكلة الحياة تمشي ترى شوفي كوثة يعني في هذا الموضوع يعني كبرتي يعني أنا ما أحس به الشي لأنه أنا مش أني مستعيلة وأباها الشي يعني إذا حد يجي لازم يكون حد يعني هاي حياتي أنت متخيلة أنت تشاركين إنسان يعني مو بأي حد أو صعب علينا أي حد لازم يكون في توافق يعني فكري توافقة يعني في الحياة مو بأنه مش سهل يعني أي حد ممكن أنا ما قدر أنا هذا يدقوا الباب ويشوفونه لا 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 ما دري أنا يمكن أول مرة أقول هالكلام يعني بس أنا ضد إن الوحدة أو الواحد يتزوج من من المجتمع أو لأن كل حد ربعة معرس وهو حين دورها أو دورها أو تعرس بدون ما هي تكون مقتنعة إن هالشخص صح مو بس ريل وبيكون أبوزين لازم يكون مثبانكلتي يعني وليف أنا أسميه لازم يكون مناسب فما أحب يعني أنا أكون في بينكم مودة يعني تفاهم تفاهم شوفي الحب صراحة لو تسأليني الحب آخر شيء في أشياء ثانية في القائمة الأولوية فأنا دايما أقول حق الناس يما أكون في المواقف يعني اجتماعية أو شيء أقولهم يا جماعة عيب أو شيء تسألون ليش ما أعرستي تاني يعني أنت يعني يعني تدرينا موش تقول تدري موش تقول كي أنا ما عندي سمتش خايص هاي والله حبي عرفتي هاي ما عندي سمتش خايص لازم أبيعة لازم وليزم والشيء الثاني بعد يعني الحين احنا في وقت المرأة والرجل عندهم طموح عندهم أفكار عندهم هداف يبون يعطون يبون يخدمون لازم يكونوا نفس المستوى في الفكر التعليم في ال يسندون بعض يعني مع نفس الشيء عشان شيء النتيجة عقب يكون في عيال في التربية تكون التربية مشتركة هاي في توافق يعني متفقينهم مع بعض هاي عارفين أن تره بريقة واحد اكزاكلي تيم واحد ويلا فأنا أحس أنتي يعني أنا عشان تبعي أنا ما بغيت صراحة أو شيء أسألت عن هالسؤال بشي سألتك هالسؤال خالتي لن آخر شيء كأوتر بس عفيني أسألتك هالسؤال لأن الناس دائما يقولون أوكي ما شرع تسوي ها 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 بس ما عندها يا الممعارسة ترى تعملوا يحضر كيف السوسائل يا أخي مبعي بالوحدة ما تكون معارسة لأن بتعرس يوم تبغي هي تعرس أول هاي حرية شخصية وشي ثاني لا تبعي بالوحدة متسمعنا ماذا متسمع أن أنت بترح وتخطبي ممكن واقعيين يعني ولذلك يوم يوم الله بيكتب ليس كم في يعني سؤال صحيف هذا ليس معارستي أنا تراعى فكرة قبل كانوا الناس أعرفهم يسألون بنات جداني يعني هذا السؤال أقول هذا شيء كان في شيء غلط في ليس معارستي ليس معارستي فاتحين الباب يوجد برزاو يعني أكثر أنت هل يصير تخطب ولا العكس يعني لا يوم يوم الله بيكتب لتوم بيكت حد يعني هذا يعني إخواتي أصغر عارسات عادي يعني نصيبهم يعني بس هاي رسالة أنا ما أصلها صراحة روضة إن ترى وفتلات حياة حلوة تسوين عرسي لما عرستي ترى عندك عندك كثير مسؤوليات عندك كثير تعطاء عندك وائد حب ما يخصها لازم تكونين مع الزوجة وعندك عيال تعطينها الشي صحيح يعني قاعدة بعد شوية ناس تعفين الفريتيل كونسبت الفريتيل هذا أصلا لا يوجد صحيح ما هذا الفريتيل أصلا فهذا الفريتيل لا أريد وأقول الحمد لله لحين يسوي عرس جماعي شفت شفت مون بس العرس جماعي هل نشك هاي وضاع عن شي الأعراس وائد مبالغ فيها يعني حس الوحدة يم عرس ملايين تكلف على شو على يوم كما سأقول الحرمضة تستمتع أعطوني هالملايين أنا بستثمرهم فأس بيجين بس بيجين البيضات هاي ممكن تنحط حتى في بيت العمر تنحط في في إكسبرينس في شي حقهم يعني صح سألا بتغير أنا متأكد أن هالشي بتغير لأن الأعراس اللي قاعدة تستوي حاليا هي بس حق المجسمة هي شوفونا ريبنا وسوينا أعراس كورونا كانت روعة هي وايد حتى ما في تنحط يعني تعفو يعني فرحة وفيها فرحة يعني وناس يقولون هم الناس اللي صدق يحبونك مو بناس يضمنوا هاي من هاي عشان العرس يايين عشان هال المناسبة اللي صدق قراب منك هي زي روضا دام احنا تكلمنا عن القلب والقراب منك منو الشخص أبو شخصين تعطيني يعني واحد في العيلة واحد برع العيلة ضافولتش في حيات الشي انتي يمكن يعني شي أثر فيه شوائد اوكي في العيلة معروف منو يعني أمي الداعم الرئيسي لي من قفولتي لين كبرت هي الشخص اللي أروح له يوم فيني شي فيني ضيقة فضلها كل شي تعطينيها من الآخر من الأمثلة اللي وايد أحبها من أمي مسكي العصام النص يسوي شي بزيادة مسكي العصام النص وما يغلب شي فهل فهالأشي فهالأشي اللي دوم أنا يعني أرددها من الأشخاص اللي قراب مني فيه حياتي على الصعيد الشخصي يمكن مي بست فرنس صديقتي سارة المنصوري اللي منها تعلمت الدسيبلن شوي الانضباط يعني سارة عكسي شوي من ناحية إنه ستريت فورورد ما بتكون ديبلوماسي مع الناس ديبلوماسي يعني واضحة واضحة هي فهاي تعلمت منها أن أم كلير لو أبغي شي أثرت فيها وأثرت فيها حتى في الجانب المالي يعني يعني هي علمتني مثلا على أول عقار شتريتها هي قاتل بيزات تشتغلين أنت تكروفين لا تفسفسينها ويحطيها في عقار لا سكت دي قاتل تتخلين العقار دان فهاي الشخص اللي أنت تحتاجين وحتى من أربيعاتي كلهم دوم تقولي أمي سارة زينة لأنني قلت شي أمتش تعرف أربيعاتك وتعرف الناس اللي أوكي حقك أنت فيوم أمي أعطت أبروف بيج أبروف على هذا فحزتنا يا سارة أريد أن أكون أشتغل لونغ ترم لونغ ترم أشوفها يعني الثقل أحسم بالقوة مرات وماشاء الله عليها هارد وورك بدت من نفسها وما تقدم شي إلا يكون كواليتي على المستوى هي ستاندرد مالها ستاندرد مالها عالي في كل شي في كل شي يعني يهمها يعني كل شي أحسن شي فأنا بعد أبقى كل شي أحسن شي فتكوني مع أحد يبقى كل شي أحسن شي وشجعت على هالشي بعد ويدعمت بضبط ويعني مرات يمكن فلفظين عند حد من المقربين يقول شائطي أنت تبين تسمعينا كلنا كنا في المواقفة هي ما بتقولي شي لأن أريد أن أسمعها هي ما بتقولي شي اللي هو صح فأنا ويكاب كوله ممكن شي ما يعجبني لكن أزع الوضايا ساعتين يمكن تردين هي بس شي هزا بونت وهالناس يتبينهم في حياتك الشخص اللي ما بيطبطب لك وبيمشي لك اللي بيعطي إياها كاش أنا أحب الناس اللي تي لأن أنا تي وأنا وائد ناس يزعلون مني وما أقول لهم مثلا لا لا بس في هالماقف ترى كان هالشي وان تو ثري ما يوالمهم وما تريد تسمعي شي مرات لا 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 مشكلة عرف أن يزعلون أقولوا مو مشكلة كل شي بمشكلة مو مشكلة بعدين يردون يقولون صح والله كلامتش أنا أقولها أنا مو بعشة ما باقي نترد نقول صح كلامتش أنا باقي نتشوفون البرسبكتف ثاني صح مرات تحتاجين شخص يكون يبلش هالبرسبكتف فأنت محظوظة والله يا روضة أن عندك صديقة يبلش هالبرسبكتف وأمو تيبلش البرسبكتف صح تحتاجين هالشي في حال مثلا كان هذا بروحة ما عندي داعم ما عندي حد كيف يبالة ما أدري زي روضة إذا بتكتبين أو الناس بيكتبون عنك كتاب شو بيكون العنوان العنوان الحياة حلوة الحياة حلوة صحيح Life is beautiful ويد يعني يحس أنه بيكون يعني تعطين ما تترين حل اللي يسوي لتشي ترى you're just giving back and you go with the flow حلو أنا الحين اللي عنده أفكار كتب بيتواصلوا إيانا ونحمسها شوية أنا حبيت بكرة المدراء ترى يعني نفيتش المدراء نفيت لأنه لأنه بعد فيه ناس داخلين في مجال الإدارة وما يعرفون من أين يبدون ترى المدرشب بوكس بس غير هم ترى مطبق ومن وفين أول فاهمين أول كالتر أنا بسألت الآن سؤال مفتوح هذا شو السؤال اللي كنت تتمنين أن أسألت إياه وما سألتت ما شاء الله شخص يكون يكون عندك أهداف واضحة وتسعيلها وتكون متحمسة وشغوفة ما تفقدين شغفت في الحياة بس بطريقت مش أنت تتغمصين شخصية حد هذا مهم صح سلف ديسكوفري باشن درايف وتكون عندك أهداف أنت تشوفين هجا الدامت وتعطين وسعيدة في نهاية رسالة حق أي بنت عائفة تامية رسالة حق أي بنت مواطنة غير مواطنة عربية غير عربية في نقطة تحول روضة ثلاثين هي شو بتقول لهم اللي حين بقولها ابدي من وين ما انت من وين ما كنت في أي عمر انت start إذا تحسين أن أنت تقدرين تعطين أكثر ابدي ورقة وقلم وين أشوف عمري شو أحب شو أبقى أسوي شو أهدافي شو أخلي يعني شو أبغي ناس يتكلمون عني شو أجاوب على هالأسئلة وأتعرف على عمري أكثر بس أبدي ورقة وقلان شو أبدا شو أبدا شو أبدا شو أبدا هذا الأبسود لا يكفي لابد أن نفعل على كل بارت إن شاء الله في المستقبل بس شو أبدا شو أبدا امتحو ؟ اشتركوا في القناة